السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهله ومرحبا فيكم في ملاذ التربة البدنية و الدفاع عن النفس بالإبدا لله نتكلم عن النقطة الأخيرة في درسنا اليوم بإذن الله لكن قبلها نأخذ مراجعة بسيطة في حصة الماضية وبعدها بالإبدا لله ننتقل إلى تمريم بسيطة وسهلة وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى درسنا اليوم نتعرف عليه وأخيراً نأخذ مراجعة بسيطة لدرسنا اليوم نتقلمめ ع Kung Lake إلى مراجعة بسيطة في درسنا في الحصة الماضية الآن في البداية لا نتكلم عن فوائد النشاط البدني قد نحن النشاط البدني مهم جدا لحياتنا اليومية وأيضا بعض فوائده عندنا رقم واحد عندنا تحسين المزاج دائما الذي مالس النشاط البدني بانتظام بعد الموارسة يكون فيه تحسين للمزاج وأيضا تحسين لياقة الجسم تكون لياقة تكون عالية وأيضا تقوية لعضلاتنا وأيضا العظام وأيضا تقلل فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل السمنة وأيضا السكري من نوع الثاني وأيضا الضغط وغيرها من الأمراض رابعا تنمية روح التنافس والإبداع وتطوير مهارات التواصل مع الآخرين في الألعاب الجماعية وأخيرا تقلل التوتر طب الآن ننتقل مع بعض إلى تمرينا اليوم تمريم بسيط وسهل بإذن الله لما جميعا لأن يكون جاهز ومستعدة جميعا يكون واقف واللابسة زي الرياضي المناسب وأيضا نختار المكان المناسب جميعا نقوف الصحيح مع بعض نمشي بمكان بسرعة خفيفة وبعدا ننتقل لسرعة متوسطة في المكان مع بعض تمرين أبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف يكون بشكل جانبي رفع الدرعانين للأمام وإلى الأعلى وارجع القدم إلى الخلف ثم ورجع الوضع بداية ثم القدم الأخرى يرجعها إلى الخلف جمع جهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر جوة الأخيرة واحد كنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة رعنا أمام ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف أيضا تمرين أخير ثالث وقوف الضرعين للجانب تحريك مفصل الكتف إلى أمام بشكل دائري جمع جهز مع بعض تمرين ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة ممتازين عشرة استمر رجولة الأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف رحيح مع بعض المكان نأخذ الشيء الزفير بشكل بسيط مرة ثانية خمسة وإنقباط العضلات وإنقباط العضلات أخرى في الجسم ويمكن أداؤهما على النحو التالي عمل عضلي متحرك وأيضا عمل عضلي ثابت تكلمني حسن ماضية عن عمل عضلي متحرك يوم بذل الله نتكلم عن عمل عضلي ثابت ثانيا ومن أمثل على عمل عضلي الثابت وضع الاتزان على الركبة والساق ويراعة ما يلي واحد وضع الكفين على الأرض باتساع الصدر وتكون الكتفان عمديتين على تكون عمديتين على الكفين تكون على الأرض ثانيا تشير الأصابع الكفين إلى الأمام وتكون اليدان ممدودتين كاملة نقطة مهمة تكون اجرعين على اليدان تكون ممدودة وهي النقطة الثانية ثالثا يتجه النظر للأمام والأعلى دم النظر لفتر مهرة يتجه إلى الأمام وإلى أيش إلى الأعلى رابعا يكون وجه قدم الارتكاز ملامس للأرض هذا القدم طبعا تسمي قدم الارتكاز الذي يرتكز عليها الجسم وصابع القدمين متجهة للخلف والساق مع الركبة ملامستين للأرض خامسا تكون الرجل الحرة على كامل امتداد شعر الآن امتدادها مفروضة عالية ومتجهة للخلف مشاهدنا الآن هذا تسمى القدم الحرة تكون ممدودة مثل أيش مثل اليدان تكون أيضا ممدودة وآخيرا يكون الضار في وضع تقوس لألأ مشاهدنا الآن توضيح وضعها طيقة الأداء الصحيح نشاهد الآن وجد مرتبة رياضية أيضا لبس الملابس الرياضية المناسبة الآن وضع الثبات بدون الحركة الذراعين أو اليدين تكون كاملة ممدودة والرجل الحرة بكامل امتدادها إلى الخلف والنظر دائما يكون إلى أمام وإلى الأعلى والثبات في هذا الوضع لعدد من الثواني والآن ننتقل إلى مراجعة بسيطة على درسنا اليوم لدينا صورتين أي منهما تمثل الاتزان المتخفض على الركبة والساق لدينا صور رقم واحد وعندنا أيضا صور رقم ثاني منهما تمثل مهرتنا اليوم من الثبات ممتازين ركز على اليدين أبطال ممتازين يصور رقم واحد والآن لديه ممدودة كاملة على الأرض والقدم الحرة ممدودة على الخلف ولكن صور رقم اثنين تكون يدين امتدة إلى الجانب ولكن هذه أيضا من المهارات الأخرى أيضا مع مد الذراعين جانبا كذا يا أصدقائي يصير انتهينا وتعرفنا على الوعي بشكل الجسم الممدود وتعرفنا عليه بشكل عام تعرفنا على إجزاء الجسم على أمثل عليه وعلى مصطلحات مثل مد الجسم أو مد الذراعين أماما أو حتى مدها جانبا وتعلمنا على عمل عضلي المتحرك وأيضا تعلمنا على عمل العضلي الثابت مع مد بعض مفاصل الجسم إن شاء الله جميع طبق معنا واستفاد أعطيكم العافية جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته